حوالي 30 مقاتلة روسية و20 مروحية للقتال والنقل نشرت في سوريا بحسب مسؤولين أمريكيين على مدرج للطائرات في محافظة اللاذقية غربي البلاد وبحسب المصدر ذاته فأن روسيا أطلقت تحليق طائرات دون طيار للإستطلاع في سوريا وهو ما يعكس على ما يبدو العمليات العسكرية الأولى لروسيا داخل سوريا منذ التسريع في عمليات توسعة وإنشاء سريعة في إحدى القواعد الجوية السورية وتركز روسيا قواتها على الساحل السوري حيث ما زالت تحتفظ بقاعدة عسكرية بحرية في المتوسط وتؤكد عمليات روسيا العسكرية الجوية مخاطر وقوع حادث مع مقاتلات التحالف الدولي بقيادة واشنطن وفي موسكو قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نيتانياه خلال لقائه الرئيس الروسي بلاديمير بوتين إنه تم الاتفاق بين الجانبين على تنسيق العمليات العسكرية فوق سوريا تجنبا لوقوع حادث اشتباك وتخشى إسرائيل التي قصفت سوريا سابقا من تسلم مقاتل حزب الله اللبناني أسلحة روسية متطورة بحسب تل أبيب ومن أن يثبت الوجود العسكري الروسي ودعمه للأسد بحكم الأمر الواقع محورا بين إيران وحزب الله وروسيا